رغم كل الأزمات اللي العالم بيعيشها رغم الحروب والدم والألم اللي موجود لكن طبيعة الإنسان إنه دايماً بيبحث عن البهجة والسعادة وإحنا الحقيقة كلنا محتاجين جرعة أمل مع بداية السنة الجديدة في حياتنا في مشهد بنشوفه في عواصم العالم كله مع بداية احتفالات راس السنة واشجار الكريسمس بتزين كل الشوارع والبيوت في كل دول العالم وأعتقد إنه الفترة دي بتبقى فرصة كبيرة طبعاً لأنه في ناس كتير جداً بتبقى أجازات فالناس بتبقى عايزة تاخد يعني فاصل كده وتريح بشكل مؤقت خلال الأجازات دي ويمكن السنة دي الفارق إنه دايماً كنا بنشوف مدينة بتاخد برضو عيون العالم وهي مدينة بيت لحم السنة دي وفي التوقيت ده مش شايفين الأنوار ومش شايفين الفرحة ومش شايفين البهجة ما فيه شجرة تعيد ميلاد كبيرة ألوانها حلوة كلها فرح زي اللي كنا بنشوفها بتتوسط كنيسة المهد السنة دي سنة طبعاً يعني سودة جداً على المكان ده سنة حداد طول السنة تقريباً تضامن مع ضحايا الحرب الإسرائيلية اللي تخطوا لعشرين ألف شهيد لكن العام الجديد قادم الأمل موجود نتمنى فيه السلام يا رب لهذه المنطقة اللي احترقت بحثاً عن السلام ويعني كل وجهات العالم السياحية بتستنى الوقت ده من السنة وبتتزين علشان يعني تستقبل السواح من كل مكان ويمكن احنا هنا في مصر ومع بداية الشتاء طبعاً دي لقطات من سنين سابقة للاحتفالات في بيت لحم يا رب نعيش ونشوفها دي الاحتفالات تاني ونشوف الناس دي بتفرح من قلبها ويرفع عنهم الظلم وينتهي هذا العضوان الغاشم على أهلنا في غزة زي ما كنت بقولك والعالم يبحث عن أمل جديد مع بداية العام الجديد يمكن لكن ما قدرناش نتكلم عن احتفالات السنة الجديدة غير لما نتكلم عن غزة ونتكلم عن فلسطين ونتكلم عن بيت لحم والصور اللي احنا كنا معتدين نشوفها رغم الاحتلال اللي هم كانوا فيه الحقيقة لكن دايماً هم الشعب اللي بيملانا صمود وبيدينا أمل في الحياة